بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة العالمين الحكم الشرعي للإحتفال بليلة الإسرائي والمعراج التي يفعلها كثير من الناس جهلا بالعلم الشرعي ولا يعلمون أنها بدعة مذمومة ليس لها أصنف الشرع الأعياد شعائر يعني شعائر يعني سنن وعبادات تفعل بطريقة معينة وفي أوقات معينة ولا يجوز الإبتداء فيها فأنا حراحظكم الأدلة من القرآن والسنة وأنه لا يجوز أصلا الاحتفال بليلة الإسرائي والمعراج الأعياد عبادات توقفية ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا أقول في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظيموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو العمل السنة 12 شهر وهو العمل شهر المحرم اسمه محرم وهو اللسن الأشهر الحرم وجعل الأشهر الحرم دي لها قدسية وجعل الأشهر الحرم دي يفضل يتضاعف فيها السواب ربنا سبحانه وتعالى هو لسن شهر رمضان وصنين لنا السيام فيه وهو لسن الأعيات عيد الفطر وعيد الأضحى ربنا سبحانه وتعالى هو لسن كل الكلام ده مش إحنا فربنا سماء الدين القيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا يوم خلق السموات والأرض منها أربعة الحرم من اللي خلى شهر محرم وشهر ذو القاعدة وزهر ذو الحجة وراجب أشهر الحرم هل إحنا لنقل أشهر الحرم مين اللي فرض شهر رمضان مش ربنا سبحانه وتعالى مين اللي جعل العيد بعد شهر رمضان عيد الفطر مش ربنا سبحانه وتعالى مين اللي سن شهر ذو الحجة والعشر الأول من ذا الحجة وسنيننا العيد الأضحى مش ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن ابتداء احتفال بيوم معين لم يعملوش أصل في الشرع بدعة مزمومة ليسا أصل في الشرع إبقى أنت جعلت من نفسك إله من جعل من نفسي مشرعا فجعلت جعل من نفسي إلها من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع أشد التحذير أي بدا تعملها لو صغيرة دي من كبيرة من أكبر كبائل لأن من ابتدع في دين الله ما ليس فيه فقط جعل من نفسي مشرعا ومن جعل من نفسي مشرعا فقط جعل من نفسي إلها قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدينا من بعد عضوا عليها بالنواجز يعني عضوا بسنانكم عليها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني محدثة يعني حاجة ما عملاش رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون اللي كانوا على النهج الصحيح وعندهم العلم الصحيح جبت منين الاحتفال بالإسراء والمعراج لا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج لأنه برما شارعش كده الإسراء والمعراج حصل العلماء عارفهم مش عارفين أمتى حصل في الإسراء والمعراج يعني الإمام النووي بن القوقايم قال له في روايات أنه يوم 13 ربيع مش في الرجب مش شارع رجب خالص وبعد الناس بقولوا أنها ليلة 27 من رجب على فرض أنها ليلة 27 من رجب هل الرسول صلى الله عليه وسلم السنة اللي بعدها يعني رسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد الإسراء والمعراج 13 سنة لأنه يمفروض أنها حصل في السنة العاشرة في العهد المكي عاش بعد كده ثلاث سنين في مكة وعاش بعد كده عشر سنين في المدينة عمره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا الخلفاء الرشيدون من بعد والهم في 30 سنة سيدنا أباكر وعمر وعصمان وعلي احتفلوا بالإسراء والمعراج عبرهم ما حد فيه واحتفل بالإسراء والمعراج خالص وكان بيجي يعني رسول صلى الله عليه وسلم عاش 14 سنة سنة بعد سنة وكان بيجي بيعد عليهم اليوم بتاع الإسراء والمعراج ما كانتش رسول صلى الله عليه وسلم حتى بيتكلم عنه خالص يعني احنا احنا أطقى وأعلى من رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جبتوا منين بدأ فالاحتفال بالإسراء والمعراج بدأ إقامة السرادقات وتنويل المساجد وتخصيص اليوم ده بأي شك بأي بأي نوع من الاحتفال بدعة بدعة مزموما دليل تاني من السنة على سيدنا عرس بن مالك جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لنا يوما أو يوما نلعب فيهما في الجهلية فقال ما هذا اليومان الذي الذي تلعبان فيه قالوا رسول الله كنا نلعب في هذه الايام في الجهلية قبل الاسلام قال لهم ان الله قد تعالى قد ابدلكم بعيدين خيروا منهما عيد الفطر وعيد الاطحى هذه الاعيات بس وفي رواية تانية وجدنا نحتفل فقط فنهانا أو في رواية فنهينا فنهانا يعني قال لهم لا جوز هذا يبقى ايزا لا جوز الاحتفال بأي عيد من الاعيات المبتدعة اللي بالناس بتحتفل بيه ده غير اصلا ان مش معروف امتا لاسلام المعراج ما فيش اي دليل ثابت ان هو الليلة سالسا سالسا تعرفين مين اللي بتدع الاحتفال بالاسلام المعراج ناس اسمهم العبديين او الفاطميون الذين كانوا في العهد الذين كانوا في مصر في القرن يعني محاولة اربع كرون او خمس كرون الفاطميون هم اللي بتدعوا المولد النبي واحتفوا وبتدعوا الاحتفال بمولد قال البيت وهم اللي بتدعوا الاحتفال بالاسراء والمعراج كل دي بدعا الفاطميون دول من روافض الشيعة من روافض الشيعة يعني اذا احنا احنا لما بنعمل بنحتفل بهذه الموالد بنتشابه بالشيعة وبالروافض روافض دول اسوأ اسوأ طواقف الشيعة اذا اذا نحن نفسد من حيث نرق ان نصلح فلا يجوز ابل الاحتفال بالاسراء والمعراج ولا يجوز التهنئة ونسا قولوا بقلوا صلاحهم طيبين ويبعاثوا البعض وبعض المساجد بينوروها وكل دي بدعا ملاش اصل زي بالزبط محمد وقال يعني اذا الاعياد الاعياد دي شعائر يعني شعائر يعني يعني معناها عبادات زي ما ربنا نخلي صلاة العصر اربع رقعات صلاة العشة اربع رقعات ما ينفعش ان نصلي العشة خمس رقعات ما ينفعش دي بقى كفر ويبتدع في دين الله سبحانه وتعالى يبقى انا غيرت في دين الله برضو الاعياد ربنا هو اللي شرحها شعر عيد الفطر وشعر عيد الاطحى وهو اللي عمل لنا شهر رمضان وماشى والان ماشى بالترتيب كل يوم بيجي عارفين يوم ده ايه احنا اللي نسنننا شهر رمضان وربنا نسنن واحنا نسنن الاعياد لا ربنا نسنن كل الاعياد احنا نسنن الاشهر الحرم ربنا نسنن كل ده لما تجي انت تحتفل بحاجة ما عملهاش رسول الحصاني بقى انت تبدع في دين الله عملت عيد جديد عملت شعيرة جديدة ما عملهاش اصل في الدين يبقى ده ايه كفر بالله سبحانه وتعالى لازم تفهموا عن ايه بدعة اضرب لكم اكتر من مثل عشان تفهموا عن ايه بدعة عشان تشوفوا مدى البدعة اللي حالة بنعملها لذلك عبدالله ابن مسعود قال وتوفى على طبعا في حديث كبير وتوفى على البدعة وتنتشر البدعة بين الناس حتى حتى وحتى تصبح البدعة في اضع الناس سب دلوقتي لو ي vão الناس من جهلها تقول عن سنة لذلك لذلك كذلك جدا من البدع أنا أعطي لكم بعض أمثلة للبدع لكن أقول لكم ضابط الشرع للبدع عشان نستفهم سيدنا عبدالله بن عمر سمع واحد بعد ما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بش سنة سنة عظيمة جدا سنة عظيمة جدا طب الراجل عملي بعد ما حمد ربنا رح قال والصلاة والسلام على رسول الله الحمد بعد العطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة لكن هل في علاقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعطس هل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة لنا نحنا بعد ما نعتص قولوا صلوا علي paling بعد العطس لمت لا السنة نحن مقول buddy الحمد لله بعدين اللي يسمعني أرحمك الله وردhah وأرض عليها وغفر الله لي ولكم هذه السنة لذلك عبدالله بن عمر لأن البدعة تبتدر ازاي واحد يعملها بعدين تنتشر بين الناس والناس كلها تعملها راح بعط له واحد وقال له قل له ان هذه بدعة كلنا نحب رسول الله لكن لا نصلي علي في هذا المقام لكل مقام المقار يبقى اصلا تخصيص العص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة يبقى هو باش ياخد ثواب لما يصني على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العص بالعكس انه بينشر البدعة يسميها بدعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر جزا ما انت عايز لكن باش بعد العص وتسمع الناس عشان الناس تقتدي بيك وتعمل بدعة يبقى انت بتنشر البدعة بين الناس عمر برسول صلى الله عليه وسلم عمره ما احتفل بالاسراء والمعراج ابدا مرت عليه تعيش 13 سنة بعدها مجابش بتيجي عليه اليوم بتاع الاسراء والمعراج ما بيتكلمش خالص ولي بقول للناس دي مين اول ناس عملوا كده الفاطمين الشيعة وقال عليه الصلاة والسلام من تشبهها بقوم فهو منهم بايز انا حب نتشبه بالشيعة وبنشبه بالروافض وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا فلا تشبهوا باليهود ولا بالنصار ولا يجوز ده انا نتشبه بأهل الفسق وأهل البدع وأهل الضلالات فاللي انت بتشوفه ده لذلك كل الاعياد الرسمية اللي الناس بتحتفل بيها دي والعيد اللي هو جاي كمان كم يوم لعيده الام كل دي بدع ربنا بخصص للأم يوم لحتفل بي لا جزء احتفال بعيده الام ولا عيده الاب ولا عيده الحب ولا عيد الجلاء ولا عيد العمال ولا عيد الفلاحة لا ويجعل اجازات رسمية في هذه الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم غزو في التاريخ غزوة بدر غزوة بدر عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بحتفل بغزوة بدر حصلت يوم سمعتاشر رمضان في السنة التانية من هجرة جت السنة التالتة من هجرة وجعل يوم سبعتاشر رمضان هل رسول الله سلام قال صحابه كل سنوات طيبين النهاردة غزكرة غزو البدر أعظم غزوها في التاريخ هل هل كل سنوات طيبين النهاردة غزكرة الإسراء والمعراج تعلن نحتفل أمرها حصلت قبل يبقى يعني إحنا عارفين قيمة الإسراء والمعراج أو قيمة غزو أكثر من رسول الله سلام أكثر من صحابه يبقى إحنا نبتدع في دين الله نقص على كده بقى جمعة مباركة جمعة مباركة يبقى بالبعض مهما تقول للناس ما فيش فايدة مهما تقول للناس ما فيش فايدة يبقى إحنا في طول السنة في بدعة من احتفل بقى أعياد ما لها أصل ما فيش غري عيدين بس عيد الفطرة عيد القطع يوم الجمعة يعملوا بدعة يبقى بالبعض يقولوا جمعة مباركة نهيك عن était forts حملات نعمل حملات استغفار نعمل حملة بناية الفرج لها جوز هذا أبدا لا يجوز التسبيح الجماعي دي من بضعة الصوفية الصوفية هم اللي بتدعوه هم يعودوا مع بعض يقولوا مع بعض سبحان الله ويهزوا نفسه فأكتر ناس تدعم في الدين الصوفية الصوفيين بتدعوه في دين الله ما لسه فيه أنا شفت واحد منهم مسج الأغنية بتاعتهم يمسهرني بيبدل عط فيها تسبيح يغنيها بنفس اللحن بتاعه ويغنيها ويضغزل في رب العميس سبحانه وتعالى باللحن بتاعه هنية عبركم شفتوا بداع أكتر من كده أكتر ناس تدعم في الدين بابتدع حركات ورقصات فأنا أقول لكم ضليل بسيط جدا من السنة أيضا عشان تعرفوا نلاقي جزء التسبيح الجماعي تشوف على الفيسبوك وعلى بتاعه يقول لك تعالوا نعمل حملة استخفار بنية الفرق تعالوا نعمل حملة مليونية للصلاع نبيس كل هذه بداعوة مزمومة ليس على أصل سيدنا أمووس الأشعاري لقى مجموعة من التابعين قاعدين واحد عملية لهم سبحوا مئة مرة رحوا مسبحين مع بعض كبروا رحوا مكبرين فأنكر هذه الفعلة فذهب إلى سيدنا عبدالله بن مسعود قال له رأيته في المسجد شيء أنا أنكرته قال له هلت الناس عمليين تسبحه قال له ما أسكتك على هذا قال له تعالى بإله ورح راح لهم قال لهم ما ستفعلون قال له نسكن الله يا أبى عبدالله قال له أولا جلستم تحصونا تثبتون حسناتكم وتحصونا سيئتكم يعني كان أولى بكم تثبتوا حسناتكم وتحصوا سيئتكم أنتوا عمليين تخدوها أنتوا بشو تعدوا تسبيح أنتوا بشو تعدوا سيئات فالله إني لأرى أنكم تفتحونا باب بدعة الله قال له والله يا أبى عبدالله ما أردنا إلى الخير قال لهم وكم المريد للخير لم يصبه والله إني لأرى هولاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا بين أظهركم ما تسألتوكش ليه إما أنكم على ملة أفضل من ملة محمد وأصحابه أو أنكم تفتحونا بضعة في دين الله ده كلام سيدنا عبدالله المصور شوف بقى هروا الحزب وليه فرأيناهم يطالعوننا يوما النهروان خرقوا على سيدنا علي بن أبي طالب وكفروه وحربوه هما دول عشان تعرفوا البضعة ممكن تصل للإنسان بإيه اللي عادين يعملوا تسبيح جماعة في المسجد ما فيش أسمها حملة استغفار ما فيش أسمها حملة بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبعت لك الجواب يبعت لك ويبعتها لو غير لك وتقف تقف عندك ولو وقفت عندك يبقى زنوبك اللي وقفتها يبقى نفسك اللي وقفتها يبقى الشيطال كلام فارغ كلام فارغ نحن الآن في زمن البدعة آلاف أو ربما مئات ألف من البدعة الناس تعمل ما بفلغش سجدة بعد كل صلاة فيش أسمها سجدة بعد كل صلاة دي من بتاع الشيعة حتى حديث مجزوع عن رسول الله سلام عن فضل سجدة بعد كل صلاة السجود سجود الشكر لا يكون إلا بتجدد نعمة أو زوان نقمة رسول الله سلام في فعاته كلها ما سجدش أربع خمس مرات لكن لما تحدد لها وقت معين بعد كل صلاة فيش أسمها فالبدعة ما أكثر البدعة ففعلا حتى تصبح البدعة سنة زي ما عبد الله بن مسعود قال فمحدش يحتفل بأي عيد من الآيات كل الآيات انتوا تشوفها دي آيات مبتدعة ما فيش غير عيد الفطر وعيد الأطحى فقط وممنوع أي حملات لتسبيح ولا استغفار ولا صعر النبي ويبعث لك كل ده في كل دي بيدعة ممنوع سجدة ما فيش عاسمها سجدة بعد كل الصلاة ما فيش عاسمها جمعة مباركة الناس تبعى تقول بعد جمعة مباركة كل دي بيدعة ملاش أصل وبيأسم يأسم وفاعلها ولا يساب بل يأسم وإسما كبيرا لأنه ابتدع في دين الله ما ليس فيه اللي بيابتدع في دين الله عمل نفسه إله فأنا حكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو انسيخوه من شروع رشاة العلم في طواب العظيم العلم علما في الله أجر من عمر بي ومن القيامة دعا قزلك ونجن مشاهد تشوفوا في الجرس واشتراكم ونجن